موسيقى طول عمري عايش باسمعوا ما بكلموش سوتو بيوصل لي صدى وما بفهموش يفرح يخاف يحزان يحس وما باسألوش اوقات كتير وبدون سبب ابعت لدمعه ما عرفش ايه معنى هلاكي روحي سمعه بيني وبينو حاجة حيلو بس ضايعه فجأن كسر سوت السكون وسط الهدون زلزل بيحصل جوا نمطي والعرو جسمتنا فض قلبي نطى والنفو كنا في نفس الفصل ومتشاركين في نفس التختة بدينا السكة سوا ورغم اننا فطلنا سنين على دا الحال لكن بتيجي لحظة وكل واحد بيختار طريق يمشي فيه كملنا المشوار لآخر نفس فينا وكأننا بنتسابق زي زمان كنا فاكرين ان طريقنا امر اجباري ما ينفعش فيه الرجوع وعند خط النهاية كانت المفاجأة الطريق من بدايته كان غلط هاي أصناف فمعنى أزواجا يعني أصناف ثلاثة لا رابعة لها السابقون وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال فينقسم الناس يوم القيامة لحظات كتير لابد منها هتعد عليها هتعد عليها لحظة دخول القبر لحظة نهاية الدنيا من اللحظات اللي لازم كل إنسان هيعد عليها اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول عنها وكنتم أزواجا ثلاثة لحظة المفارئ لحظة التفويج المصيري لحظة التحويلة اللحظة اللي جات بعد صورة الرحمن في صورة الواقعة صورة الرحمن ربنا بيكلم الإنس والجن كلهم عبر كل عصور البشرية كل واحد ماشي في الطريق بتاعه هتيجي لحظة كله هينزل من قطار البشرية وهيركب حاجة متجهة المكان من ثلاثة الفردوس الأعلى يا أصحاب اليمين يا جهنم والعادة بالله وكنتم أزواجا ثلاثة مفيش رابع مفيش احتمال رابع انت الوقت متفرج بكرة هتبقى واحد من الثلاثة دول انت الطريق اللي انت ماشي فيه يوديك هنا ولا هنا ولا هنا مفيش أي احتمال تاني ربنا قال ثلاثة يبقوا ثلاثة وكنتم أزواجا ثلاثة وكنتم افتكر اللحظة اللي هنتكلم عن الدنيا فيها بزمن وكنتم افتكر اللحظة اللي الدنيا هتبقى فعل ماضي خلاص كان يا مكان One way مفيش رجوع افتكر اللحظة اللي هنتكلم عن الدنيا فيها بزمن الماضي هتبقى لحظة مفرحة بالنسبة الناس وقليمة اوي بالنسبة الناس اوي زي ما بنتكلم عن السنة اللي فاتت في سنة دراسية بضمير الماضي طالب ما ذكرش هندم وقلبه يتحرق وطالب اجتهد يفرح ويحس ان هي خلته يقفز لنقلة جديدة في حياته وكنتم ازواجا ثلاثة لحظة التحويلة كل واحد فينا سايق العربية هتيجي لحظة هيجي حملة تفتيش انزل انت هتركب عربية من ثلاثة على حسب اللي انت عملته قبل كده على حسب ما كنت سايق هيتسأ بيك فاصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة ربنا سموهم اصحاب الميمنة ليه الميمنة من اليوم لانهم كانوا ماشين في طريق الطاعة اللي كله يوم اللي كله اثر دنيا وللطاعة واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة ربنا سموهم اصحاب المشأمة ليه من الشؤن لأنهما كانوا ماشيين في طريق كله مصايب وابتلاءات ومع ذلك صمموا يكملوا يعني المؤمن في الدنيا بيشوف أفر دنيا وللطاعة والعاصي في الدنيا بيشوف مصايب نتيجة معصيته المؤمن بيشوف يومني زي الخضر النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما سمي الخضر وخضر لأنه جلس على فروة بيضاء فقام وهي تهتز خلفه خضراء الأرض اخضرت لما قعد عليه هو دا المؤمن المؤمن ربنا بيخضر له كل حاجة المؤمن ربنا بينور له كل حاجة عكس العاصي إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه الرزق دا ممكن يكون واحدة نفسه يتجوزها الرزق دا ممكن يكون شهادة نفسه ياخدها الرزق دا نفسه يكون مركز نفسه يتعين فيه الرزق دا مش شرط إنه يبقى فلوس الرزق ده ممكن يكون حب زوجته في قلب زوجته حبه في قلب الزوجة الرزق ده ممكن يكون ذرية نفسه فيها ولد نفسه ربنا يدههه إن العبد لا يحرم يبقى محروم من الدنيا بسبب المعصية اللي فاكر إنه هتجيب الدنيا لما ربنا بيقول فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارة يرسل السماء عليكم مضرارة طب لو عكسناها طب لو أنا ما استغفرتش وما توبتش كل حاجة تتقفل أبواب الرزق تتقفل أبواب القلب تتقفل أبواب قلوب اللي حواليك تتقفل وما انتش عارف الناس ما بتحبكش ليه فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة ما أعظم عبادتهم في الدنيا وما أعظم جزاؤهم في الأخرة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة ما أعظم جرمهم في الدنيا السابقون السابقون السواريخ بقى الفراودة بقى المتفردين بقى اللي كانوا ركبين براق الطاعة بقى اللي هم فين والناس فين اللي سبقوا الدنيا كلها للجنة ما تعطلوش في اي محط التفتيش النهاردة احنا عادينا نتفرج على التلاتة يا جماعة بكرة كل واحد فينا هيبقى واحد من التلاتة تلاتة اقف مع نفسك من الوقتي لان بكرة ساعة ما هتلاقي نفسك واحد من التلاتة ما عادش ينفع ترجع لورا في الاخرة ما فيش تحسين مجموع ما فيش تحسين مجموع سنوية عامة المفارق دي زي السنوية العامة في مصر كده بعد ما دخلت الكلية ما عادش ينفع ترجع لورا انت دخلت في اتجاه وان ويش فلازم من الوقتي تشوف هتحط رجليك فين لانه اتجاه مصير يا شباب لسه مشبعناش يا شباب من الاية الرهيبة وكنتم ازواجا ثلاثة زي في الدنيا كده تلات طبقات اغنية ملت مليونيرات وطبقة متوسطة وفقرة او تحت خط الفقر كذلك يوم الايامة في ارض المحشر بيتقسم الناس تلات ازواج يا اما ملت مليارديرات اصحاب الفردوس الاعلى وملوكها يا اما اصحاب اليمين يا اما تحت خط الحياة لا يموت فيها ولا يحيا اصحاب النار ولا عاده بالله اصحاب المشأمة اصحاب الشؤم في الدنيا وفي القبر وفي الاخرة الاية دي بتحسسك ان فيه طبقية يوم الايامة زي ما كان فيه طبقية اجتماعية في الدنيا فيه طبقية اجتماعية في الاخرة بس طبقية الدنيا قدر امتحان طبقية الاخرة على حسب العمل يا طرع انت تبقى في انهي طبقة الطبقية في الاخرة بتبدأ من اول لحظات الاخرة طبقية عند الموت هم درجاتهم عند الله والنازعات غرقة ناس بتنازع عشان الروح تخرج من كل عرق وعصب في ألم رهيبة وناس والناشطات نشطة وناس الروح بتخرج تسيل كما تسيل القطرة وما بين الدرجتين آلاف الدرجات يا طرى انت هتبقى فين يا طرى انت هتبقى في أنهي درجة من الدرجات دي الطبقية بتستمر حتى جوه القبر ناس بيفسح لها في قبرها مد البصر مساحة قصرها تحت الأرض مد البصر وناس يفسح لها في قبرها سبعون ذراع وناس يضيق عليها قبرها حتى تختلف أضلاحها ويأتيها من سموم جهنم والعاذ بالله يا طرى انت هتبقى أنهي درجة من الدرجات التلاتة حتى يوم القيامة في كل مرحلة من مراحل القيامة مرة كنت واقف في موقف من مواقف المكرباص مستني أي مواصلة رخيصة وقاعد حران في عزة ظهر ومتبهدل لقيت واحد صاحبك راكب عربية أحدث موديل وقافل الإزاز ومشغل التكييف والإزاز مشابر وانت واقف كده بتقول يا ليتني كنت معكم فأفوز فوزا عظيمة الإحساس ده نفسه هيحصل يوم القيامة ناس واقفة في أرض المحشر شمس المحشر على بعد ميل من رؤوسهم في الدنيا على بعد تلاتة وتسعين مليون ميل ارمي التلاتة وتسعين مليون ويفضل ميل الأدمغة بتغلي من حر شمس القيامة ويشوف واحد قدامه مسلم زيه مسلم زيه زيه يعني مش ده مسلم وده كافر ووقف في ظل عرش الله ووقف في المقصورة الملكية تكييف رباني ووقف يبصله كده ويقول يا ليتني كنت معكم والاتنين مسلمين ولكن الفرق العمل الصالح الفرق الاجتهاد الفرق التطحية عشان طاعت ربنا الفرق البذل وكنتم أزواجا ثلاثة الطبقية في أرض المحشر الطبقية في الجنة طبعا دي فرق مهولة ما بين قصور السابقين وقصور أصحاب اليمين ما بين جمال وألوان جنة السابقين وجمال وألوان جنة أصحاب اليمين ما بين جمال زوجات وأزواج السابقين والصابقات وجمال أزواج وزوجات أصحاب اليمين ما بين أصناف الطعام والأبن بوفيه والمينوب تحت الأصناف الطعام والشراب والعصاير في جنة السابقين وأصحاب اليمين كل شيء كل شيء الدرجة متفوتة ومختلفة اختلاف كبير الطبقية الطبقية في أرض المحشر ما بين ناس يوم القيامة بالنسبة لها زي ركعتين من الظهر والعصر وناس هتعيش الخمسين ألف سنة بحذا فرقة وهتوقف على جبل الأعراف تتفرج على أهل الجنة وهم دخلين وأهل النار وهم دخلين لحد ما ربنا يامون عليهم ويدخلهم الجنة يوم القيامة في طبقية اجتماعية مرعبة في فوارق اجتماعية مذهلة اتحدى التوقعات اتحدى التوقعات وعمل مفاجأة من مفاجأات يوم القيامة زي الست الغلبانة اللي ركزت في تربيت ولادها على الدين وفي الآخر طلعت التانية على البشرية بعد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وتصابق الأنبياء على أبواب الفردوس الأعلى والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لها من أنت تقول أنا مرأة قعدت على عيالي لي يا ترى واحنا الوقت متفرجين على الأزواج الثلاثة متفرجين زي ما بنقعد نتفرج في الأفلام التسجيلية على منظر واحد هترال هتلر كان بيقبض عليه ويروح يحرقه زي ما بنتفرج على منظر ناس في الحرب العالمية التانية في خندق وكلهم بيتنسفوا على منظر ناس في الحرب العالمية الأولى تقمض عليهم وبيترمى الرصاص على دماغهم على منظر أي فيلم تسجيلي متفرجين إنما يا ترى لو أنت في المشهد ده هتلقفين يا ترى وكنتم أزواجا ثلاثة هنبقى فين فكر كويس قوي لأن ده مصيرك وده مصيرك ودي أخطر قضية في حياتك محتاجة استعداد حقيقية يا شباب من أعجب آيات القرآن والسابقون السابقون المبتدأ هو الخبر يعني إيه هو السابقون السابقون المعنى الأولاني يعني اللي سبقوا الناس بمسافات رهيبة خلصوا حساب القبر فورا وخلص البعث والحشر والميزان معلوهش حاجة أصلا كله حسنات محطات التفتيش كلها عدة منها فوري ما فيش أي مخالفات أصلا زيه إحنا داخلين المطار كده الشنط بتدخل على أجهزة تكشف اللي جواها فيش أي ممنوعات معهش أي ذنوب صحيفة طاهرة فانطلق خلص العرض على الله وخلص الصراط معلوهش مظالم عباد في القنطرة توقفوا معلوهش وقعات وذنوب توقفوا على الصراط الناس لسه في أول أرض المحشر وده وصل لباب الجنة سبق الناس بمسافات رهيبة قاعد في الجنة يأكل ويشرب ويتناعم والناس لسه في يعني في أرض المحشر وفي شمس المحشر ده المعنى الأولاني وصبق لإني في مقامات في الجنة مش كل اللي بيجرب ياخدها في مقامات بالعدد زي العشرة الأول على سنوية العامة كده دي مقامات بالعدد فالأول على الجنة اللي هو مقام اللي هو الوسيلة للنبي عليه الصلاة والسلام العشرة الأول على الجنة اللي هم جوائز يعني فالموضوع في مقامات في الجنة بالعدد يا جماعة نسأل الله أن يجعلنا من السابقين السابقين المعنى الثاني والسابقون إلى الدرجات العليا من الجنات هم السابقون في الدنيا إلى الطاعات الموضوع بالشغل الموضوع مش بالمشاعر الموضوع مش بالأماني مش بالكلامانجية باللي اشتغلوا انما هي اعمالكم اللي بينكم بين ربنا الشغل والعبادة والطاعة والدعوة والعلم والقيام والصيام يبقى العلماء قالوا ان اللي هيصبق للجنة في الاخرة هو اللي سبق في الدنيا لصلاة الجماعة يا طرى اول ما الادان بيدا بتسبق غيرك ولا بتتسبق الاعتكاف رمضان للذهاب للمسجد في الترويح في رمضان للدعوة الى الله والجهاد في سبيل الله يا طرحنا بنسبق ولا بنتفاقل والموضوع بيبقى تقيل على قلوبنا شوفي حاجة واحدة تسبق غيرك فيها في الدين شوفي حاجة واحدة بس تسبق فيها اسبق في العلم اسبق في نصرة الدين بالدعوة اسبق في الاعمال الخيرية وصناقها المعروف اسبق في قيام الليل اسبق في اتقان صلاة الفريضة في معادة اسبق في حاجة دور على حاجة واحدة تسبق فيها غيرك تبقى من السابقين السابقين يا جماعة احنا في مسابقة الاية دي بتقولك انت في مسابقة تخيل كده انت نازل من الشارع فلقيت واحد صاحبك راكب عربية وسيبها كده صالانسي مش دايس منزين فبتقوله انت رايح فين قالك رايح اسكندرية وهو من القاهرة طب اسكندرية كده يا ابن انت قدامك خمس شهر عما توصل بالصالانسي بتاعك ده دوس منزين شوية يا جماعة احنا سرعتنا في الانطلاق للجنة بطيئة قوي دوس منزين شوية هل انت شايف انك انت عايش احساس السباء فعلا وماشي بسرعة متسابق زود سرعتك في الطريق للجنة شوية طريق الجنة طريق سريع طريق سباء دوس منزين ما تخافش طب انت بتتصابق مع مين مع الملتزمين اللي معك في المسجد بتاع منطقتك انت بتتصابقي مع البنات المتدينة اللي بيصالوا في مسجد الكلية في دفعتك انت بتتصابق مع صالحي كل تواريخ الزمان انت بتتصابقي مع ابو بكر وعمر وفاطمة وعائشة انت هتتوزن في نفس الميزان اللي هتوزن فيها ابو بكر وعمر انت واستعد للحظة دي طب يا طرى المسابقة دي هتخلص امتى امتى اللي فاتوا خلاص خلصت فرصتهم في السباء كل واحد جاب اخره احنا جماعة لسه في الفرصة الوقتي يا طرى انت عايش جاو السباء المسابقة دي هتخلص امتى في اي لحظة حدش عارف امتى الموت هيجي اسباب الموت الايام دي بقت لها حصرة لها نسأل الله حسن الخاطمة ونسأل الله ان يبارك لنا في اعمارنا يبقى لازم تجيب اخرك لانك الوقت في مسابقة هتنتيه في اي لحظة والمسابقة دي مع الصالحين عبر تاريخ الزمان كله لازم نزود سرعتنا ولازم نشوف حاجة نسبق فيها الى الله سبحانه وتعالى اي شيء حتى لو الافتقار والدعاء وده اوسع الابواب في الصبق الى الله سبحانه وتعالى والسابقون السابقون يا رب جعلنا منهم اللهم جعلنا منهم اللهم جعلنا منهم يا ارحم الراحمين وبدأت يا فهم دقته بتقول لي في العمر مني بيتسري ولا داري مني لن منعنا كل اللي فات وحزن علي وكأني عمري ما عشت يوم قبل النهاردة عمري الحي لقيته بين دمعة مسكتها كانت حياتي سحرة فيها روح شردان اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة